موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى حوار اقتصادي جديد عبر الميادين عشر سنوات من الحصار الإسرائيلي وثلاث حروب في سبعة أعوام جعلت نحو 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية التي تقدم إليهم من أجل العيش هناك يكافح أغالبية الفلسطينيين لتلبية احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم وسط ظروف اقتصادية صعبة في غزة لا مجال لحياة عادية فالحصار الإسرائيلي والمستمر منذ سنوات بدأت تظهر آثاره السلبية على مختلف جوانب الحياة هناك لا نمو لا عمل لا استقرار لا تنمية لا عيش رغيدة في غزة فقط إنسان يعيش من قلة الموت مساعدات تنتظرها العائلات لتأمين قوط يومها لمدة شهر ومنظمات بات شغلها الشاغلة فقط الحد من هذه المساعدات وتقنينها بدلا من تفعيلها لا يحتاج الغزاويون إلى الأكل والشرب ولا إلى مساعدات غذائية آنية توزعها عليهم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا الغزاويون يحتاجون إلى إنشاء مصنع يحد من نسب البطالة المرتفعة وإلى مشارعة موية توفر لهم المياه النظيفة للاستعمال والشرب وتؤمن أسواقا لتصريف الإنتاج الزراعي غزة عام 2016 هي نفسها عام 2006 فالصمود هو روح المقاومة لكن الطفل الذي نمى حينها على وحشية إسرائيل وغدرصتها واعتداءاتها بات شابا اليوم لا يجد عملا ولا مؤسسات تنمي قدراته ومواهبه فامتشق السلاح وبات مشروع شهيد غزة المحاصرة تبحث عن كسرة خبز في كرتونة مساعدات عنوان لحوارنا لهذا الأسبوع مع ضيفنا من غزة السيد عدنان أبو حسنة وهو المستشار الإعلامي لوكالة الأنروا أهلا بك عبر الميادين سيد أبو حسنة يعني منظمة الأنروا أصدرت مؤخرا تقريرا تحدث عن أن نسبة 80% من سكان قطاع غزة يحتاجون أو يعتمدون على المساعدات إلى أي مدى هذا التقرير دقيق بما ذكره بتأكيد التقرير دقيق ويرصد حالة الناس هنا في قطاع غزة حصار مستمر منذ أكثر من عشر سنوات أكبر من حصار برلين ولينينجراد وحصار بيروت وكل الحصارات المعروفة على مستوى العالم هناك انهيار على كافة المستويات الحياتية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية في قطاع غزة هنا وهذا أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى حوالي 41% بصفة عامة وحوالي 60% في فئة الشباب بين 18 و24 عام بالإضافة إلى ذلك منع الحركة من وإلى داخل قطاع غزة التصدير ممنوع في قطاع غزة المياه في قطاع غزة غير صالحة للشرب الهواء ملوثة التربة ملوثة كل هذه الأمور تجعل من هذا المكان مكانا منكوبا فعلا لذلك موضوع 80% من الناس يعتمدون عن المساعدات الإنسانية هذا الآن ولكن غدا ستكون النسبة أكثر وبعد غد أكثر وبعد الشهر قد تصل إلى 90% نحن لدينا الآن في الأنروا 960 ألف لاجئ فلسطيني يتسلمون مننا مساعدات غذائية منتظمة هذا الرقم نتوقع أنه خلال شهر أو شهرين سيتجاوز المليون إذن نتحدث عن تدهور دراماتيكي كل ساعة في غزة المحاصرة والمحتلة في نظر القانون الدولي وفي نظر الأمم المتحدة والتي نحن جزء منها طيب سيد أبو حسنة هل من عادة الأنروا أو المؤسسات الأممية تجميل واقع الحال عبر تقاريرها هذا يعني بمعنى هل الوضع الإنساني اليوم أصعب وأقصى على الأرض نعم بالتأكيد نحن لا نجمل لا نكذب ولا نتجمل فيما يتعلق بالحقائق والأرقام ما نتحدث به نحن مسؤولون عنه مكتب الأمين العامي الأمم المتحدة لديه تقرير يومي على طاولة الأمين العامي الأمم المتحدة عما يحدث في قطاع غزة هذا مكان خطر للغاية لذلك هناك اهتمام أممي ودولي بهذه القضية نحن نتكلم بما لدينا من حقائق وأرقام عندما يكون لدينا أكثر من 400 ألف شخص مصاب بأمراض نفسية وصدمات عقلية في قطاع غزة يجب أن نتحدث ونصره عندما يكون لا يزال في غزة 70 ألف مشرد حتى الآن لم يتم بناء بيوتهم التي دمرت في الحرب الأخيرة من حقنا أن نتكلم عندما لا يدفع لنا المجتمع الدولي عندما طلبنا 724 مليون دولار في مؤتمر الإعمار بالقاهرة في أكتوبر 2014 والآن بعد عامين من هذه الحرب المدمرة نحصل فقط على 247 مليون دولار هذه هي مصيبة وهذه هي كارثة بالإضافة إلى الأزمات المالية التي نواجهها دراء زيادة أعداد اللاجئين زيادة متطلبات اللاجئين الفلسطينيين نحن دفعنا في غزة خلال عام ونصف أكثر من مليار دولار ثلاثة حروب في خمس سنوات لم يحدث ذلك في أي مكان في العالم لذلك الحديث عن هذه الصورة السريالية ليس غريبا بل أن الأمور مرشحة للتدهور أكثر فأكثر طيب للتدهور أكثر فأكثر التقرير قال أنه مع دخول الحصار على قطاع غزة عامه العاشر وشن إسرائيل ثلاث حروب خلال السبعة أعوام الماضية تبقى الظروف في القطاع غير مستقرة ويصعب على السكان تحملها هل نحن أمام مؤشرات لانفجار اجتماعي قريب بالتأكيد هذا ما نحذر منه هناك تراكم خطير للطاقة السلبية المدمرة في نفوس وفي أوساط سكان قطاع غزة من تجربتنا المريرة خلال عشرات السنوات في قطاع غزة نستطيع أن نقول أن هناك مؤشرات لغضب هائل قد يؤدي إلى انفجار لا نعرف كيف لا نعرف الاتجاه وليس من وظيفتنا أن نحدد اتجاهات هذا الانفجار ولكن نحن نستشعر ذلك عندما تتساوى الحياة والموت في غزة عندما يصبح من يملك مليون دولار ويملك دولار هو نفس الشيء في غزة سيشرب من نفس المياه الملوثة سيأكل من نفس الخضار المسممة لا يستطيع السفر عندما تملك كل أموال العالم هذا لا يعطيك في غزة الحق في السفر على الإطلاق العام الماضي الذين غادروا غزة في عام 2015 هم 9666 شخص فقط وهذا يعني أن لكل غزة فرصة لأن يغادر قطاع غزة كل مئتي عام مرة واحدة أين يحدث ذلك؟ لم يحدث ذلك في أي مكان على وجه الأرض هذا هو المكان الأخطر الأكثر استفافاً والأكثر ازدحاماً على وجه الأرض يعاني من مشاكل متراكمة ومركبة بالتأكيد ستؤدي إلى حدث كبير قد يكون حدثاً عنيفاً لا نعرف ولكن نحن نلمس ذلك ونشاهده عبر إحصائيات وعبر آلاف من الباحثين الاجتماعيين من موظفيننا الذين يرصدون يومياً ما يحدث في غزة سيد أبو حسنة تنوي الأنر وتوزيع ما يزيد على مليونين ونصف المليون دولار دائماً حسب التقرير من الدفعات النقدية المؤقتة لدفعات بدل الإيجار وإعادة الأعمار ولأعمال الأصلاح للمساكن المتضررة من خلال عدوان إسرائيل الأخير هذه العملية مستمرة منذ سنوات هل يمكن أن توجهون مستقبلاً أزمة تمويل أم أنكم أنتم الآن تعانون من هذه الأزمة نعم نحن في قلب أزمة التمويل بصراحة نحن لم نطلب مليارات كما كانت بورصة المليارات بعد انتهاء الحرب تذكرون جميعاً نحن قلنا نحن بحاجة إلى 724 مليون دولار نحن بحاجة إلى هذا المبلغ من المجتمع الدولي ما وصلنا بعد سنتين هو 247 مليون دولار قدمنا مساعدات لإصلاح البيوت التي أصيبت بأضرار بسيطة لحوالي 70 ألف عائلة تقريباً قدمنا أيضاً لأربعة تلاف وخمسمائة بيت من التي أصيبت بأضرار جسيمة ولكن نحن لدينا تمويل فقط لبناء 2500 بيت عدد البيوت التي دمرت اللاجئين الفلسطينيين 9500 بيت لدينا تمويل 2500 بيت فقط هناك 1000 بيت تقريباً أو أكثر قليلاً تتتم عملية عادة البناء الآن دفعنا بدل إيجارات للناس الذين دمرت بيوتهم 40 مليون دولار حتى اللحظة نحن في مشكلة عميقة وكبيرة وخطيرة ونخشى فعلاً بأننا لن نكون خلال الأسابيع والأشر القادمة قادرين على أن ندفع بدل إيجارات أو نعيد عمليات الإعمار فعلاً وهذا من شأنه أن يزيد الغضب والإحباط والتراكمات الخطيرة لدى الناس هنا طيب أمامي ما تتحدث عنه وأنه أولوية لديكم وهناك مشكلة بالنسبة للتمويل ولي وفاء الدول المانحة بما التزمت به هل لا يزال الإواء الطارئ الذي تعتمده الأنروا من دعم لإصلاح المساكن وإعادة البناء وحلول الإواء المؤقتة يمثل أولوية لديكم ولماذا يمثل الأولوية اليوم في غزة ما دام لم تكن هناك عملية إعمار حقيقية ولم يعود هؤلاء الناس إلى بيوتهم يبقى الإواء الطارئ هو الأساس ولكن نحن متخوفون من هذه القضية لدينا تجربة كبيرة وعميقة في رفح وفي خانيونس جنوب قطاع لا ستذكرون الاحتلال الإسرائيلي دمر في ليلة واحدة 14% من مدينة رفح في عام 2002 وبنينا الحي السعودي رقم واحد والحي السعودي رقم اثنين والثلاثة والحي الإماراتي والياباني والهولندي ولكن يا سيدي نحن ضللنا ندفع بدل إيجارات لمدة 12 عاما لقد دفعنا أكثر من ثمن البيوت وهذا ما نخشاه الآن حتى الآن دفعنا 40 مليون دولار بدل إيجارات يعني نخشى أن نستمر في هذه القضية ويبقى الناس بلا بيوت وندفع مئات ملايين الدولارات لا نريد أن يستمر هذا الموضوع لعشرة سنوات عدم إعادة إعمار قطاع غزة لذلك هناك جهود كبيرة في هذا الإطار ونشرح للمانحين وللناس أيضا وللدول العربية سوان الممولة السعودية الإمارات الكويت كل هذه الدول نقول لها بأن هذا الوضع الخطير الذي أمامنا يجب إعادة إعمار هذه البيوت وإلا سنضطر أن ندفع مئات ملايين الدولارات وهذا لا يستطيع أحد أن يتحمل حتى من المانحين الآن سيد أبو حسن ما الذي يمنع من إعادة الإعمار هل هو التمويل عدم وفاء الدول المانحة هل هو الحصار الإسرائيلي لعدم إدخال مواد البناء والإسمنت يعني أين تكمن المشكلة في التحديد أم المشكلة في كل هؤلاء أولا الحصار لازال مستمرا على قطاع غزة وهو يشكل مشكلة كبيرة كل ما نقوم به كل ما نقوم به نحن في الأونروا بصفة رئيسية كواقع هنا وكأنوان كبير للتشغيل والإغاثة وعادة الإعمار هي حلول ترقيعية إذا لم يتم رفع الحصار لا شيء سيحدث في قطاع غزة ولكن عملية الإعمار فعلا هناك نقص كبير في التمويل هذا النقص يؤثر بصورة خطيرة على عملية إعادة الإعمار هناك هيئات وهناك تنصيق مشترك بين كافة هذه الهيئات ولكن للأسف الشديد عمليا على الأرض العملية يعني تتقدم ببطء شديد للغاية وضاف إلى ذلك أن هناك أحداث تحدث بين الفينة والأخرى أدت إلى منع على سبيل المثال دخول الإستمنت لمدة شهرين إلى قطاع غزة وضاف إلى ذلك أن هناك آلاف المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمنعها الجيش الإسرائيلي من الدخول إلى قطاع غزة وهذه من شأنها أن تعيق عملية الإعمار أن تعيق عملية التنمية فعلا في قطاع غزة سيد أبو حسن ما ذكرته هل سيؤدي إلى ما حذرت منه الأمم المتحدة سابقا من أن غزة ستكون مكانا غير صالح للسكن عام الفين وعشرين الجواب لو سمحت بعض الفاصل مشاهدين الفاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحوار أهلا بكم من جديد مشاهدينا مع هذا الحوار الاقتصادي معي من غزة السيد عدنان أبو حسن وهو المستشار الإعلامي لوكالة الأنروا سيد أبو حسن حذرت الأمم المتحدة سابقا من أن غزة ستكون مكانا غير صالح للسكن عام الفين وعشرين هل هذا يعني كلام مبالغ به أم هو واقع ممكن أن نصل إليه بالعكس ليس مبالغ به على الإطلاق بل الأمور تتسارع بصورة أخطر من التقرير الذي صدر في عام الفين وعشرين وشاركت فيه منظمات الأمم المتحدة كافة صور أقمار صناعية دراسة عميقة لما تحتوي غزة من ثروات وكيف وعي زيادة عدد السكان ومساحة الأراضي واستهلاكات المياه والصحة والحياة لأسف الشديد الأمور تتسارع حتى بأكثر أو قد يكون أقرب التاريخ إذا استمرت الأمور إذا استمر هذا الحصار إذا استمرت المياه ملوثة إذا استمرت المعابر مقفلة إذا استمر منع الناس من الحياة منع الناس من الحلم كل هذه الأمور قد تؤدي فعلا أن نصل إلى قبل هذا التاريخ وأن تكون غزة فعلا مكانا غير قابلا للحياة عندما نتحدث غير قابل للحياة لا يعني ذلك أنه لن يكون هناك سكان في غزة سيكون هناك سكان في غزة وستكون هناك حياة في غزة ولكن لا نتحدث عن جودة حياة أي حياة فقط الحديث عن أي حياة فقط إبقاء هؤلاء الناس أحياء في هذا المكان بدون أي أفق على الإطلاق أفق حياتي أو أفق اجتماعي أو أفق اقتصادي أو حتى أفق سياسي نعم سيد أبو حسن في الربع الأول من العام الحالي أفاد الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني بأن نسبة البطالة ازدادت في قطاع غزة إلى 41% البعض يسأل لماذا لا تمول الأنروا مصانع أو معاملة أو مؤسسات انتجية وتقوم بتشغيل هؤلاء الشباب برأيك هل المشكلة في التمويل أم في الخطط أم في الاثنين معا المشكلة بالحصار بصراحة نحن لدينا برنامج ضخم برنامج تمويل المشاريع الصغيرة قدمنا لأكثر من 300 ألف قرد هنا في قطاع غزة لهؤلاء الناس وأقاموا مصانع وأقاموا وراش وأقاموا مطابع وأقاموا محلات تجارية وكل هذه الأمور ولكن هذا البرنامج انهار لماذا انهار هذا البرنامج لأن الناس منذ عشر سنوات لم تستطع تسديد القروض التي كان يجب أن يسددوها لهذا البرنامج هناك حصار ممنوع التصدير إذن سينتجون لمن؟ غزة التي كانت مشهورة بأنها الأهم في صناعة الآثاث في صناعة النسيج في صناعة الفخاريات في صناعة الزجاج كل هذه القطاعات دمرت نحاول الآن مرة أخرى تنشيط هذا البرنامج عبر تقديم قروض جديدة قدمنا مئات ملايين الدولارات ولكن للأسف الشديد مدام هناك حصار يمنع التصدير من غزة أنا أعتقد بأن كل الحلول التي نقوم بها هي حلول ترقيعية فقط نحاول أن نبقي هؤلاء الناس أحياء لا أكثر ولا أقل هل العائق أمام تحول المجتمع الغزاوي إلى منتج هو فقط شح المال نحن نعرف أن المجتمع الفلسطيني كان منتج هل نحن أمام اليوم مجتمع غزاوي مستهلك وغير منتج وهل السبب هو فقط شح المال نعم عمليا المجتمع الغزاوي الآن هو مجتمع مستهلك ولكن ليس بإرادته لأنه مفروض عليه هذه من صناعة الإنسان ما يحدث هنا في قطاع غزة ولكن الجميع متفق بأن غزة مبدعة فيما يتعلق بالبرمجيات بعلوم الكمبيوتر بالسوفت ويرينج بكل هذه الأمور وهناك إبداعات على مستوى عالمي نحن نشهد من موظفين دوليين خبراء دوليين يأتون ويقولون أن القدرات العقلية الموجودة في غزة غير موجودة على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط ولكن ما فائدة المال نفترض أن هناك مال الآن ومستثمر يريد أن يستثمر 100 مليون دولار في غزة وهناك الكثيرين من سكان غزة على مستوى العالم أحدهم قال لي أن 10% من تجارة مدينة جدة يملكها سكان غزة يملكها أناس مهاجرون من غزة ولكن ذأت هؤلاء الناس إلى قطاع غزة ولا فائدة لا تصدير ولا خروج ولا معابر يعني كيف يمكن لهذا المستثمر أن يأتي لا يوجد بغزة استقرار سياسي بمعنى الهدوء بمعنى الانفتاح بمعنى أن توفر بيئة حاضنة لرأس المال للعمل لذلك نرى كل المستثمرين يخافون وحتى المستثمرين المحليين الذين استثمروا مئات ملايين الدولارات دمرت كل مصانعهم في الحرب الأخيرة كانت كارثة دم القطاع الصناعي والزراعي كل قطاعات الإنتاج وحتى الآن تعاني وتذهب إلى المنطقة الشرقية من غزة وترى أن هناك حركة إعمار حدثة فعلا فيما يتعلق في البيوت ولكن فيما يتعلق بالقطاع الصناعي صفر لم يتحرك شيء يعني للأسف كل القطاعات تبدو مجمدة سوى قطاع البناء الذي تضاعف نشاطه العام الماضي بحسب تقريركم ثلاثة مرات عن عام 2014 إثر البذء في إعادة أعمار وأصلاح المساكن يعني للأسف نمو قطاع الأعمار سببه دمار تخلفه إسرائيل هذا لسخرية القدر نعم نعم هذا صحيح يعني ليس قطاعا للإعمار بالنمو الطبيعي ولكن نحن نحاول أن نبني ما تم هدمه للأسف الشديد بكتب المنصق الخاص لعمليات السلام في الشرق الأوسط التابع للأمم المتحدة اليونسكو ذكر أن أعداد الأطفال العاملين من سن العاشرة إلى السابعة عشرة تضاعفت في غزة إلى عشرة ألاف في الأعوام الخمسة الماضية في كثير من الأحيان يعني يعد هؤلاء الأطفال هم المحيل الوحيد لعائلاتهم كمنظمة نروة هل تقومون بأعمال ما للحد من عمالة الأطفال للأسف الشديد هذه ظاهرة تنتشر في قطاع غزة تلاحظها في الطرقات تلاحظها في الأماكن التجارية في الورش أيضا هذه نتائج الحروب نتائج فقدان آلاف الأشخاص الذين قتلوا أو أصبحوا من أصحاب الإعاقات جراء هذه الحروب يتدخل أو يتبرع هؤلاء الأطفال بالقيام بمهمة رب العائلة يعني نحن بالأونروا ما نقوم به هو خلق فرص عمل مؤقتة لهذه العائلات يعني نحاول أن نعطي فرصة أكبر للسيدات التي فقدت فقدوا أزواجهن على سبيل المثال أو فقد المعيل الوحيد لهذه الأسرة يعني نتجه باتجاهات مجتمعية ليس باتجاه الأطفال بصراحة لا نستطيع أن نشغل هؤلاء الأطفال أو ليس من صلاحياتنا أو لا نملك الإمكانية ولكن نتجه إلى العائلة نقدم مساعدات غذائية كبرى كما قلت لحوالي مليون الآن في قطاع غزة نشغل عشرات آلاف من العاطلين عن العمل في مشاريع البطالة المؤقتة ولكن هذه المشاريع تتحدث عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر وبعد ذلك سيعود هذا الشخص ينضم من جديد إلى قطاع البطالة طيب قبل أسابيع جرى إدخال عشرات الشاحنات المحملة بمواد البناء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري كم يساعد فتح المعابر والتخفيف من الحصار جهودكم ويفعل من عملكم كمنظمة أممية فتح المعابر لو كان فعلا حدث بالصورة المطلوبة بالتأكيد سيخفف أعباء هائلة عن عاتق الأونر وهذا سينشط حركة التجارة سينشط قطاع الأعمال قطاع البناء وهذا ما حدث في السابق كنا نقدم في عام 2000 فقط لـ 75 ألف غزة مساعدات غذائية كانت الناس تخجل حتى من الذهاب إلى مراكز توزيع الأونر وللحصول على المساعدات الغذائية كان الناس يعملون المجتمع كان مفتوحا الحياة كانت أفضل لكن للأسف الشديد الآن وصلنا إلى مليون من هؤلاء الناس لدرجة أننا تحولنا إلى العنوان الوحيد لتقديم المساعدات الغذائية ونحن لا نستطيع بصراحة في غزة لا نستطيع أن نواجه الأعباء الكبرى التي تحدث من تدهور معيشي وحياة دراماتيكي في حياة الناس يجب أن تكون هنا حكومة فلسطينية فاعلة تشاركنا هذا الهم وتعاوننا في مواجهة الأخطار الكبرى على كافة المستويات الحياتية وأيضا المستوى النفسي هذا المستوى المدمر والخطير والذي لا ينتبه الناس كثيرا إليه وأن هؤلاء الناس يحتاجون عشرات السنوات من أجل أن يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك سيد أبو حسن حكي في السابق عن أزمة عنيها الأنروا كيف هو واقعها اليوم وهل لا تزال الأزمة المالية قائمة بالتأكيد للأسف الشديد نحن لدينا أزمة مالية بـ 74 مليون دولار لبرنامج الأنروا أو ميزانية الأنروا العامة وليس فقط في غزة ولكن غزة والضفة سورية ولبنان والأردن وهذا متعلق بالبرامج الأساسية التي تقدمها الأنروا التعليم والصحة والإغاثة لا نريد أن نصل لا سمح الله إلى التهديد الذي حدث العام الماضي بعد أن فتح مدارس الأنروا تبذل جهود كبيرة في هذه اللحظات من قبل مفوض الأنروا وطاقم العلاقات الخارجية والعاملين معه من أجل جلب هذه الأموال خلال الأسابيع القادمة يجب أن يكون لدينا هذا المبلغ حتى نضمن عملية فتح مدارس طبيعية ليس فقط في غزة ولكن في خمس مناطق عمليات الأنروا هل السبب برأيك لهذه الأزمة التي تعاني منها الأنروا بعض المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى تمويلات كبيرة والدول الألمانية تعزف عن تقديم ما هو مطلوب منها أم برأيك ما أشار إليها البعض عن وجود فساد وهدر في بعض المشاريع التي تعتمدها الأنروا في بعض البلدان الأنروا قامت بعملية إصلاحات كبرى في داخلها منع النفقات، منع الصفر، منع شراء العربات لا شيء الآن يمر بالفرازة كما يقولون فساد وفساد موجود في كل المجتمعات هذه منظمة ضخمة عمرها أكثر من 68 عام لذلك أن يكون هناك فساد نحن نعترف هناك فساد ولكن بصورة بسيطة جدا لا تقارن على الإطلاق بفساد موجود في بعض الدول أو في بعض الحكومات ولكن مشكلة الأنروا الرئيسية الموجودة الأزمات الكبرى التي تحدث في مناطق العمليات ثلاث حروب في غزة كلفت الأنروا مئات ملايين دولارات سوريا تهجير 350 ألف لاجئ فلسطيني مئات ملايين دولارات أيضا دفعنا في سوريا الوضع اللاجئين في لبنان أيضا صعب للغاية ازدياد أعداد اللاجئين الفلسطينيين ازدياد متطلبات اللاجئين الفلسطينيين لضافة إلى ذلك وجود أزمات متعددة في المنطقة المانح هو واحد أزمة في اليمن أزمة في ليبيا أزمة في العراق أزمة في سوريا أزمات عالمية متجددة يعني هناك توزيع لهذه المنح أو هذه التبرعات ليس فقط للاجئين الفلسطينيين ولكن لغيرهم أيضا المستشار الإعلامي لوكالة الأنروا السيد عدنان أبو حسنة كنت معنا مباشرة من غزة شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء مشاهدين الكرام إلى هنا وينتهي هذا الحوار الاقتصادي نشكر لكم حسن المتابعة نلتقى الأسبوع المقبل كالعادة مع قضية اقتصادية جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة